يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد قهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يا الله ولكن قبل ذلك اليوم وقبل ذلك المسهد العظيم لحظة ينتقل الإنسان فيها من دار الغرور إلى دار الشرور أو دار السرور لحظة من اللحظات التي يكتب فيها للعبد أنه منتقل إلى ذلك اليوم تلك اللحظة التي يلقي الإنسان فيها آخر النظرات على الأبناء والبنات والإخوان والأخوات يلقي فيها آخر النظرات على هذه الدنيا وتبدو على وجهه معالم السكرات وتخرج من صميم قلبه الآهات والزفرات إنها اللحظة التي يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر إنها اللحظة التي يعرف الإنسان فيها حقارة الدنيا إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها أنه فرط كثيرا في جنب الله إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها بالحصرة والألم على كل لحظة فرط فيها في جنب الله يناديه رباه رباه ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت إنها اللحظة الحاسمة والساعة القاصمة التي يدنو فيها رسول الله أعني ملك الموت لكي ينادي فيا ليت شعري هل يلادى نداء النعيم أو نداء الجحيم ألا ليت شعري هل يقال يا أية من نفس المتعنى فرجعي إلى ربك رابي أتمر هل يقال يا أية من نفس المتعنى فرجعي إلى صحة المتعنى فرجعي إلى صحة المتعنى فرجعه تلك الساعة التي قفت مفاجر الصالح فلا ادو توفر اذا الامر وفي لحظة واحدة اسلمت الروح الى البروان وانتفت الساعة بالساعة الى ربك يوم البروان هناك تحص العبد بدار غريبة ومنازل رهيبة عجيبة فلا اله الا الله في لحظة واحدة من دار الهوان الى دار المعيد المقيم فلا اله الا الله في لحظة واحدة من ضيق الدنيا الى ساعة الاخرة وفي لحظة واحدة من جوار الاشرار الى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة